هذا وتطرقت صحيفة نيويورك تايمز إلى الواقع المالي في الولايات المتحدة وحالة الأسواق مشيرة إلى أنها تنهار بعدما قوضتها بيانات التضخم فيما تستمر الأزمة المالية في الولايات المتحدة كشفت صحيفة نيويورك تايمز أن المستثمرين تفاجأوا مرة أخرى باستمرار التضخم في البلاد وسرعان ما غير وجهة نظرهم بشأن ما قد يتعين على الاحتياطي الفدرالي القيام به وبحسب الصحيفة فإن الولايات المتحدة لم تخرج بعد من الأزمة بل تسعى لفعل ذلك حيث يتوقع المستثمرون زيادة كبيرة أخرى في سعر الفائدة بمقدار ثلاثة أربع نقطة مئوية ويعتقد بعض المصرفيين والمستثمرين أنه حتى مع وجود وطيرة أسرع في زيادة أسعار الفائدة فقد يلتزم الاحتياطي الفدرالي بما يسمى بالهبوط الناعم مما يؤدي إلى خفض التضخم ولكن تجنب الركود ومع ذلك هناك أيضا أتراف بأن مهمة الاحتياطي الفدرالي أصبحت أكثر صعوبة بسبب التضخم المرتفع وبحسب الصحيفة فإن البيانات القوية عن سوق العمل تسلط الضوء أيضا على التحدي المتمثل في تباطئ التضخم في نفس الوقت الذي تظل فيه البطالة منخفضة مما يعزز الإنفاق الاستهلاكي وهذا يعني أن الإشارات الإيجابية الحالية للاقتصاد الأمريكي قد تنبئ بشكل عكسي بمزيد من الألم في المستقبل